اشتركوا اشتركوا في القناة 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 نكملها ضغية غير بوحدتي سبارك الله تحمق البنات 8 جيد مناسب لا شيء غالي 23 أو 24 درم مغربية الحمد لله 8 جيد مناسب و اي وحدة مجربة هذا الجلد تكتب لي في التعليقات و اشفه على نزوين انا بعدك يحمقني هذا الجلد المهم هنجت لكم 4 انواع انت ياخد يدك الجلدوش اللي بغيتي و اخر حاجة البنات ستحتاجون ان شاء الله في هاد لاغوسيت واللي هي الشفرة هاد لاغوسيت هدي كي ما قلت لكم فريدة من نوعها لانو ماشي في حل الوصفات الخرين ماشي تبريمة ماشي وصفة كتتتفرقوا لهذا الا البنات هاد الوصفة هي غنعملوها غير بالشفرة ولكن ماشي بالشفرة غير الموش الشفرة وصافي الا البنات بطار يقزوينا بجلدوش بجي حاجة نسموه تعطار تخليليك الرويحة ديالك كتحمقوا في نفس الوقت تزولي الشعر في نفس الوقت ترتبي تلك المنطقة ورغا نعطيكم وصفة في الاخر بشكلت من عباس شعر الزائد لانو كنتوا اقتارت من بنكم اللي قالوا لي بغينا وصفات بالشفرة فانا قلت علش الله ما نعملهاش ولكن انا صراحة ما كان بغيش شفرة بزاف يعني كان فضل الوصفات حسن من الشفرة ولكن البنات اللي خلوا لي التعاليق نتكررها بخصوص وصفات لازالة الشعر بالشفرة فهو ما اللي جيت لهم بهد الوصفة هدية انتمنا البنات اللي ما كيبغوا الشفرة يديروا الوصفات اللي بغيش معاو في القناة رجل تلقاو بزاف الناس اللي كيبغوا الشفرة هد الوصفة هدية مني لكم وان شاء الله يلالقيت اكيد اقبل على هدلا فيديو رجل نزيد ان شاء الله نستمر بوصفة خرى يعني مكوينة خرى يعني الشفرة ومقادر اخرا موين نحتاجه الشفرة نبدأ بالوسطى سوف نأخذ الخلد البيض منتوج الاقتصادي كمية سوف ندير معكم جلدوش غلاموغ يحمق المهم سوف ندير معكم لانه لا يبقى فيه كمية لا تخرج كثيرا سوف نحاول نفتحه كامل كده هذا الشي اللي فيه للاسف لبنات حيث لا يوجد الكثير سوف نضيف جلدوش جوز الهند كوكو جلدوش بلوية البيض حركي حركي لغسر حتى يوضي فقاعات حكل جلدوش بلوية البيض هاته هي الوصفة تاخذ شفرة بلوية الوصفة تاخذ الماء حيث تاخذ الماء يبدو فيه كمية الماء حيث تبعنا في أغسرة يبدو هذه الوصفة بلوية الماء اخذ شفرة تغمر شفرة كمية قليلة للشعر انا سوف نحاول كمية قليلة للشعر لان انا دا جا كنستخدم وصفات تديلي طبيعية كيكونوا هكذا بريمات ووصفات لكي نزول الشعر فما كيكونش عندي بزاف وانبناتنا تمنى يبال لكم ذاك الشعر ها هو كما كليكم بحكم ما عنديش بزاف فما يبانش لكم زيان ولكن اللي عندها الشعر كتير را ما نعودش لكم الناس هاد الوصفة والخرة كيمنع النمو ديالو وكيقتلك ديك الزغبة من الجذور ديالها بعد ما البنات كتت تكملوا من هاد الوصفة هادي يرى على اللي باغتي انتيم منطقة المهبال يعني العانة تحت الابطين مهم اي منطقة عندك فيها شعر زائد دفي كذلك مهم تشوفين تيا المناطق اللي بغيتي تطبقي لهم هاد الاغوست بعد ما كتتكملي وبعد ما كتنتاهي وكتتسالي كتتغسلي المنطقة بالمام مزيان مزيان اللي بنات حتى كتتخلصي ليمضك الشعر الزائد والخطوة الثانية اللي كتديريها هي خصك تمنعي لانو احنا زوناه ولا يمني يعني استفدنا بذيك رويحة زوينا وهذا وجلدوش ولكن كيبقى اننا خصنا نمنعو مشي غي نزولو ونحبسو اللي بنات خصنا نزولو وزائد نمنعو فكي عنديرو تنمنعو وخصنا شي وصفة اللي هي فغى موزوينا فقلت عليش اللي البنات ما نديرش يعني ما نستخدمش معاكم هاد لاغوسات هادي اللي هي افكاس فعالة مجربة ومضمونة كذلك غدي نشاركها معاكم دابا وغتحتاجوا فيها ثلاثة دي المكونات والخل غيكون هذا اول مكوين البنات غتحتاجوه ان شاء الله معايا فاد لاغوسات هو الملح الملح العادي وغتحتاج معايا شوية الماء عادي ديال الروبيني وغتحتاج معايا الخل هنه غادي ندير غير هاده الخل بيض سوف نضيفه سوف نضيفه سوف تحتاجه معي البنات لكوتان ديسك لما يجب ان تضيفه لكوتان ديسك سوف نضيفه في المحلات تجارية لدينا مخصوص يبيع مواد تجميل سوف تخذي واحد جوج و سوف تنسبك هم المواد سوف نحتاجه على بركتي الله البنات سوف نضيفه سوف نضيفه سوف نضيفه سوف نضيفه ونضيفه لدينا الماء لانه الخل سوف نضيفه بحديته لانه يمكن يسبب لك حساسية فمن الأحسن نضيفه يجب أن تكذل سوف نضيفه كفتان ونضيفه ونضيفه كثيرا ونضيفه 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 خصوصا ، لديها بشرة جناشفة لكنها هي اجابيات بشرة جناشفة ولكنها تستطيع ايجابي بشرة جناشفة من ممكن تخطي الجسم و الحقيقية طريقة جديدة اشتركوا في القناة وفعلوا زل جرس ونطلقى معكم في فيديوهات مقبلة